سنوات طويلة من التصريحات والتهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن كان ينتج عنها في كل مرة تعاون مشترك جديد تصعيد في العلن واتفاق بالسر هذا ما اعتدت عليه السياسة الخارجية للبلدين فإن العلاقة بين أمريكا وإيران تتخذ وجهين أحدهما ظاهر يتسم بالعداء والآخر خفي يتسم بالتعاون وتبادل المصالح لكن ثم تتكهنات تشير إلى أن واشنطن قرعت طبول الحربي جديا هذه المرة حسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأن التحركات والوجود العسكري في الخليج العربي هو رسالة واضحة لنظام طهران بأن مخططات الاحتكاك غير المباشر عبر الوكلاء فقدت جدواها وأنها ستتحمل مسؤولية أي فعل عدائي يقدمون عليه ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة في العراق حيث تدار الحروب بالوكالة فإنه سيكون ساحة حرب في حال دلعت المواجهات المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران لا سيما أن ميليشيات الحشد تسعى لجعل العراق كبش فداء لأي خطر يهدد النظام الإيراني الصحيفة فيرست بوست الأمريكية قالت أن تهديدات الولايات المتحدة بإعلان الحرب حال قيام أحد وكلاء إيران في العراق بضرب القوات الأمريكية ستؤدي إلى نتائج خطيرة مشيرة إلى أن هناك شكلين محتملين لتلك الحرب الأول هو هجمة عسكرية باستخدام الطائرات والصواريخ الموجهة والثاني هو محاولة القوات الإيرانية التحرك نحو العراق والقيام بحرب شوارع وتأتي الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العراق لتحمل تحذيرات مباشرة لحكومة عبد المهدي من تعرض المصالح الأمريكية في العراق لأي خطر من قبل أذرع إيران المسلحة التصعيد الأخير يثير قلق حلفاء واشنطن في المنطقة مع تأكيدات الولايات المتحدة بضمان أمنهم وسلاماتهم من إيران إلا أن هذه الدول تخشى إذا ما نشب نزاع عسكري في المنطقة من أن تطالهم ردة فعل انتقامية من إيران من جانب آخر يرى مراقبون أن الموقف الأكثر قربا إلى الواقع وبعيدا عن أي تهوين أو تهويل هو ما قاله مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق الجنرال مارك كيميت من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست بصدد إعلان حرب ضد إيران والهدف من التعزيزات الأمريكية في الخليج العربي هو الردع فقد تقدم إيران نتيجة لخطأ في الحسابات وتحت ضغط العقوبات على تصرف غير محسوب وفي هذه الحالة نحن هناك للرد ترى أي تلك الاحتمالات مرشحة للتنفيذ في المنطقة الملتهبة أصلا بالأحداث والصراعات التي جعلت منها ساحة لتصفية الحسابات ترجمة نانسي قنقر